4000 ميجاوات هي احتياجات لبنان من انتاج طاقة للتغذية الدائمة لكنه لا ينتج اكثر من 1700 ميجاوات وزارة الطاقة اعلنت عن استقبال اعلان نوايا للشركات الراغبة في انتاج الكهرباء عبر طاقة الهوائية بقدرة 60 ميجاوات في المرحلة الاولى فتقدمت 23 شركة كلفة كيلوات من الهواء في لبنان حوالي 14 سنت ما العلم انه معامل مثل الزو كلفتها 22 سنت معامل مثل بعلبك وصور عم نحكي 32 سنت احدى الشركات الراغبة في انتاج الكهرباء عبر طاقة الهوائية اختارت هذا الجبل في بلدة لمقيبل شمال لبنان والتي اثبتت الدراسات انه من بين الاماكن المثلى لتوليد طاقة الهوائية تم تركيب هذا العمود بيقيس سرعة الرياح بيقيس نوعيته وبيبعث هالداتا كل السابق هايدي بمعدل 10 دقائق اذا هذا المشروع المفروض يتركب عليه بحدود 20 او 30 مروحة تريع من هايدي رح تساعد على خفض ساعة هالتقنين هايدي قرار اختيار الشركات الراغبة في انتاج الطاقة عبر الرياح سيتخذه مجلس الوزراء في النصف الاول من العام 2013 ولكن هل سيشعر اللبناني بأي تحسن؟ بموضوع اليوم بناء محطة كهرباء بقيمة 60 او 100 ميجاوات منه بسهولة ترجمة بالنسبة لساعات التغذية عند المواطن انه العلاقة شوي ابتقاميا معقدة انما اللي فينا نقوله بشكل تبسيطي انه 400 ميجاوات بحال تم تركيبه وانتاج الكهرباء انه ممكن تأمن زيادة التغذية بحوالي 4 او 5 ساعات للمواطن مزارع رياحية مزارع بيئية بامتياز لا تعتمد على المواد الاحفورية كما انه ستكون لها فوائد سياحية على المنطقة التي سيبنى عليها المشروع وفوائد اقتصادية واجتماعية للأهل من شمال لبنان نسرين حطوم العربية